مرة جديدة معكم مع لوحة جديدة او اشياء جديدة ممكن نتعلمها سوا اليوم بدا نحكي عن جيسو متل ما شايفين الصورة عمنا وارجيكم لوحة نحنا شارينا جيزة بس فكينا النيلون عنها هيدا الجيسو اللي نحنا حابين نستعمله اليوم كاساس للوحة لنشوف ليش منستعمل هيدا الاساس وش بتفرق معنا اذا استعملنا جيسو على الاماش الكونفا او اذا ما استعملناه شو الفرق باللون وكيف ممكن ناخد نتيجة احسن نحنا هلا حنعمل تاست صغير نحط جيسو بمكان على الكونفا ونخلي مكان تاني من غير جيسو ونعمل تاست صغير لنشوف كيف ممكن الالوان تبين معنا وشو الفايدة الي بيجي من ورا الجيسو وليش نحنا مهم انو نحنا ناسس اللوحة متل ملازم بكل اللوحات الي نحنا نستعملهم الالوان هي شغلة مهمة جدا او نظهر اللون بطريقة حلوة وتبين الصورة وحتى اوقات انت وعما ترسم بتحس باللون اذا كان حلو او مش حلو فالجيسو هو شي من اهم الاشياء اللي ممكن انك تستعمله قبل ما نبتدي باي لوحة نحنا هلا متل ما شايفين عما نحط الجيسو عما نشوف شو الطريقة كيف ممكن نحط الجيسو ونحنا مش بحاجة انو نحط كميات كتير كبيرة نحنا بحاجة انو نغطي الطبقة اللي هي على الكونفا على الماش بطريقة متساوية هون حطينا كونفا حطينا هلا جيسو والمكان التاني هنخليه من دون جيسو هلا هون نحنا بحاجة انو ننتظر لتنشف على الاخر وما بدنا حدا ينشفها بالقوة يعني ما يستعمل سشوار ما يستعمل اي شي تاني خيا نبلش هيدا لون الازرق هنستعمل المكان اللي هو من دون جيسو اذا تلاحظوا الالوان كيف هم تطلع معنا تلاقيوا في محلات فيها كتير فراغات وبحاجة انك تعمل اكتر من مرة على نفس المكان لحتى تعبي اللون ويكون مية بالمية مزبوط على الكونفا ويبين حلو وسابط هلا هنستعمل نفس اللون بنفس الكمية عالمحل اللي نحنا حطينا على الجيسو هتلاحظوا الفرق كتير كبير هتلاحظوا انو الفراغات ما بقى موجودة يعني ما انك مضطر تعمل وش مرة واثنين وثلاثة عشان تعبي الفراغات اللي موجودة حتى حطينا فوق مرة ومرتين وثلاثة من اول مرة ممكن تاخد نتيجة كتير ممتازة اذا كنت عم تستعمل الجيسو هايدي شغلة كتير كتير مهمة الجيسو هو بساعدنا انو نحنا نعمل تأسيس للوحة بشكل كتير ممتاز بساعدنا انو نحنا نظاهر اللون هنجرب هلا مع بعض لون تاني اذا بتلاحظوا كمان محل هلا عم نعمله هو من غير الجيسو او من دون الجيسو هلا حنعمل على المكان اللي في جيسو هنلاحظ الفرق باللون فرق كتير 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 كبير من اول تتش بتلاقوا الفرق كتير كبير ما في فراغات ما بيكون في الشمش واضحة ما بي حاجة تعمل اكتر من مرة على اللون فهذا شي كتير مهم بالنسبة لي بيحب اللي بيحب يتعمل او يتعلم اشيه جديده هو عم يرسوم فانا بنصح كل الناس انو تأسس لوحتها وتحط جيسو على كل الكنفا اللي ممكن تستعملها وحيلحظوا انو في فرق كتير كبير حبيت تشارك معكم هايدي التست الصغيري وشكرا لعلكم شكرا للمش演